لكن هذا العام ليش يعني الاستدادات اكثر او التخوف يعني هي سؤال مهم اولا هذه الموجة ستبدأ يوم الاربعاء وستستمر لفترة طويلة يعني نتحدث عن اكثر من اسبوع ستنخفض درجات الحرارة مع بداية الشهر القادم ومن ثم تعود تتجدد هذه الموجة تالي نحن امام فترة طويلة من موجة الحر من هون سبب انه احنا يجب ان نحذر السادة المواطنين اولا من قضايا تتعلق بتهديد على سلامتهم للاخوة العمال المزارعين الذين يعملون في ورش البناء في المزارع بضرورة ان يكونوا متواجدين في اماكن الظل في ضرورة درجات الحرارة لمنظمي المخيمات الصيفية انت تعلم جميل هذا مهم نحن نشهد تنظيم للعديد من الفعاليات في المخيمات الصيفية نوجه دعوة لكل منظمينها باقتصار الفعاليات للانشطة الداخلية وعدم تنظيم مسارات او رحلات في الاجواء الحارة ايضا انت تعلم هنا بس نقطة اخي ليش احنا مننصحهم في هذا الجانب انه ممكن يعرضوا المشاركين لضربات شمس بالتأكيد اذا كان في حرائق لا سمح الله بالتأكيد يكون العدد كبير انت تعلم المخيمات الصيفية هي لفئة الاطفال الاطفال يعني اجسامهم غير قادرة على انها تتحمل ضربات شمس وهم معهم كمان قدرة على التفكير في كيفية التصرف 100 بالمئة ايضا انت تعلم تنظيم المسارات قد يواجهوا افاعي سامة افات سامة فنحن نقول بانه من خلال شاشة تلفزيون فلسطين بانه اقتصار الانشطة على المواقع الداخلية ايضا لا ننسى بان الدفاع المدني والشرطة بالتحديد يتعاملون سنويا مع ثلاث الى اربع حالات نسيان في المركبات في موجات الحر الاشخاص قد يتعرضوا الى النسيان الى السهو بان ينسوا اطفاله داخل المركبة بحجة بانه سيتزود بشيء بسيط لمدة دقيقة دقيقتين نحن نتحدث بشكل علمي ومهني بانه ان تترك شخص داخل مركبة محكمة الاغلاق داكنة اللون تمتص الحرارة ما بين ثلاثين الى خمسين ثانية الطفل في هالمركبة يفقد قدرة على التنفس ويفقد كمية الاكسجين ويتعرض الى الوفاء والحرارة في داخل المركبة ترتفع بشكل مضاعف يعني اذا كنا نتحدث عن خمسة وثلاثين سبعة وثلاثين درجة حرارة في الجو تكون مضاعفة داخل المركبة